اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضيوف الاقارب من العائلة هم في بيتي ضيوف واقارب هذه الرؤية تدل على السعادة ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية التنظيف بيت مجهول وان كان بعض الناس ممكن يخافوا من ظاهر الرؤية لكن الرؤية تدل على السعادة ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية الحزاء صاحب الكعب العالي وشرط ان يكون هذا الحزاء لونه احمر هذه الرؤية لها علاقة بالسعادة رؤية الاخ الكبير ان انا لي اخ اكبر مني وهو حي في الحقيقة رؤيته تدل على السعادة ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية استخراج الذهب من الارض هذه الرؤية جميلة جدا رؤية البنت العزباء للخروف او الكبش هذه الرؤية تدل على السعادة القادمة اليها والخير ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية سارقة اساور الذهب للمنت العزباء ايه ده المنت تسرق الذهب في المنام واساور تحديدا بتسرق ورؤية محمودة وتدل على السعادة اي نعم تدل على السعادة باذن الله تبارك وتعالى رؤية شراء الحزاء الجديد هذه الرؤية تدل على السعادة ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية السيارة البيضاء للمرأة الحامل فهي رؤية جميلة جدا تدل على السعادة رؤية اللي بعد كده وبعض الناس ما بتفهمهاش صح رؤية الطين على ملابسي ولكن من المطر هو بطبيعة الحال الطين مزموم لما يبقى طين فقط إنما أشوف طين في الرؤية وهذا الطين جاء من المطر في أماكن فيها طراب لما بينزل عليه المطر وتبدأ الأقدام تيجي عليه يتكون طين فالطين اللي من المطر دائما محمود بخلاف الطين العادي وده طين وده طين بس الطين من المطر محمود هذه الرؤية تدل على السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية أساس البيت لونه أبيض هذه الرؤية جميلة جدا تبشر بالسعادة في الفترة القادمة رؤية بعد كده وهي رؤية السفينة الجميلة للمرأة المتزوجة هذه الرؤية تبشرها بالسعادة في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته